بداية هل تعتقد أن حصم رئيس الجمهورية منصب رئيس الجمهورية سيمر كما هو الحال مع رئاسة البرلمان مساء الخير وشكرا على هذا اللقاء بكل تأكيد الخطوة الأساس التي قد تكون صعبة بحسابات التوافقات والإتلافات والمناخ السياسي الذي كان موجود فيه العراق هو يوم أمس الخطوة الصعبة في تولي رئاسة البرلمان السيد محمد الحلبوسي والنائبي للتيار الصدري السيد الزاملي وسيد عبد الله للبارتي الديمقراطي أعتقد أن التحديات هي ما زالت ولكن ستتضائل على اعتبار أن منهج الأغلبية السياسية الوطنية هو ماضي في خطواته صحيح أن القوة السياسية التي تعتمد على مبدأ التوافقية الذي يعتبر مبدأ المحاصصة هو لن تسلم ولم ترفع رأيس بيضا ولكن لا بد أن نؤكد على أن فاعل الأغلبية الوطنية السياسية أو الأغلبية الوطنية العراقية هو مدعوم من الداخل العراقي وحتى من المناخ القليمي والدولي لذلك سوف تكون خطوة تولي أو ترشيح رئيس الجمهورية العراقية بها قليل من الرحية ولكن أيضا تحديات ولكن القوة السياسية كما قلت عرفت الدرس وهي ماضية في هذا المناخ الأغلبية طيب دكتور الشمري الحديث الآن عن الكتلة الأكبر هل نحن أمام أزمة حقيقية وانصداد سياسي خلال الفترة المقبلة القادمة؟ الكتلة الأكبر أعتقد أنه يوم أمس كانت واضحة قدمها السيد حسن العذاري يعني زعيم التيار أو الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي المؤقر وهي حسمت حقيقة لذلك هي تعتمد هذا الأمر على تلك المسألة مسألة الجلسة الأولى لذلك ليس من المنطق أن تقول أو تتبنى قوة أخرى سياسية مسألة الكتلة الأكبر حسم الأمر يوم أمس وبالتالي القوة السياسية يجب أن تتطوع في إطار الخطوة الأولى يوم أمس لا وجود لكتلة أكبر غير التيار الصدري تم تقديمها إلى رئيس البرلمان سيد محمد الحلبوسي وتدقق هذه الكتلة بأسماها وتعتمد وبالتالي مضت العملية السياسية لا رجوع إلى الوراء نقطرها الصدر لا يمكن العودة إلى الوراء أو المربع الأول وبالتالي نحن في مربع أو في خطوة جديدة قائمة على أساس إدارة الدولة العراقية لسنوات أربعة قدما بإطار عزم وحياة دموقراطية كما أكد سماع سيد محمد صدر الحديث الآن الدائر يقول أن تمرير رئيس البرلمان تم وفق تفاهم سياسي طيب أقطابها البارتي والعزم وتقدم والكتلة الصدرية هل ترتقي ربما هذه التفاهمات السياسية إلى مستوى التحالف؟ هل يمكن ربما تسمية هذه التفاهمات بالتحالف الخفي؟ هو تفاهمات في الفقه السياسي لا بد أن تكون لا سيما النظام البرلماني لا بد أن يكون هناك تفاهمات في إطار المشروع السياسي والكتلة الأكبر أو الأكثر عددا هي تعرض مشروعها ومن يأتلف معها ائتلاف وليس تحالف يأتلف معها على ضوء المشروع فالتيار الصدري قد اشترك مع العزم مع تقدم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا المشروع وتفاهمه في إطار المضي إلى الأمام ممكن أن يكون هذا المشروع لاحقا ائتلاف أو تحالف مستقبل استراتيجي ممكن جدا لأن النجاحات سوف تحسب لهم وإذا ما كان هناك أخفاق أيضا سوف يحسب عليهم ولذلك هم في إطار اختبار كبير جدا وهم أهل للمسؤولية في هذا الموضوع وبالتالي هم معظون في إدارة دولة جديدة بآلية جديدة ومنهجية جديدة طيب نتحدث الآن عن اختيار شخصية رئيس الوزراء وشكل ربما الحكومة المقبلة هل لازال ذلك مبكرا أم أن الكتلة الصدرية مثل ما أشرط هي الكتلة الأكبر عازمة على المضي بالأغلبية الوطنية ومن ثم تشكيل حكومة بعيدا عن رغبة الجهة السياسية التي تدعم توافق وهي الإطار هي من حيث البعد الدستوري هي محددة بتواريخ يعني إذا ما تم اختيار رئيس الجمهورية العراقية رئيس الجمهورية العراقية سوف يرشح أو يدعو الكتلة الأكبر وقلنا أنه سيد حسن العذاري زعيم الكتلة الصدرية بالبرلمان العراقي أكد على أنه هو الكتلة الأكثر عددا وبالتالي اعتمدت من قبل رئاسة البرلمان العراقي ويعطيه مدة زمنية ثلاثون يوما هذه ثلاثون يوما يقدم بها الكتلة الأكثر عددا رئيس حكومة وكابينة الوزارية وإذا ما أخفقه لا قدر الله يعني رئيس الجمهورية يعطي للكتلة الأقل أو الأكثر عددا من بعد التيار الصدري ولكن أعتقد أن التيار الصدري حاسم أمرهم سماحة سيد مقدر الصدر حاسم أمره في إطار الرئيس الحكومة العراقي قحي هو يريد حكومة عراقية لا غربية ولا شرقية وبالتالي لديهم خيارات كثيرة وقبولات كثيرة ويستطيع ذات المنهج عندما تم طرح سيد محمد الحلبوسي للتصوير الديمقراطي المباشر السري تم اختياره بأكثر من 188 صوت وبالتالي كذلك يمكن أن يأتي رئيس الحكومة بهذه المنهجية الدمقراطية وهي منهجية إصلاح حقيقية ليس كما كانت سابقا سلة واحدة رئيس البرلماء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نحن اليوم القوة السياسية ماضية بإيجاد مناخ دمقراطي والعمل بهذا التوقيت شكرا أستاذ العلوم السياسية دكتور حازف الشماري شكرا جزيلا لك